مياه كثيرة جرت في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير محطات سياسية وحركة احتجاجية واتفاقية السلام شهدتها البلاد منذ ثورة 2019 فقد تمت إزاحة البشير في 11 من إبريل 2019 ووضعه في الإقامة الجبرية بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية وتم بعد ذلك تشكيل مجلس عسكري انتقالي وفي الثالث من يونيو 2019 تم فضع تسام الخرطوم بالقوة مما أدى إلى مقتل عشرة الأشخاص بعدها بيوم واحد المجلس العسكري يقرر الدعوة لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف دولي وإقليمي وفي السابع عشر من أغسطس من نفس السنة تم توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية التي وصفت بالتاريخية بين المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج في السودان وذلك تمهيدا لبدء مرحلة انتقالية وشهدت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى خروج احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بالأزمة الاقتصادية الخانقة واستكمالا لمسلسل السلام في البلاد وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع الحركة المسلحة في جوبا في أغسطس العام الماضي وفي سبتمبر الماضي أجهد الجيش السوداني محاولة انقلاب فاشل قم بها ضباط في سلاح المدرعات ينتمون لنظام البشير بعدها اندلعت أزمة شرق السودان احتجاجا على الاستمرار في إهمال قضايا الإقليم التي يتداخل فيها ما هو السياسي والشماعي وتنموي لأبناء الإقليم وبعد تدهور العلاقة بين المكوناين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي اعتصم الآلاف أمام القصر الجمهوري بالخرطوم للمطالبة برحيل حكومة عبدالله حمدوك بالمقابل خرج آلاف المواطنين إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم مطالبين بحكومة مدنية بالكامل